زارت عقيلة الرئيس الصيني بانليوان معهد كونفوشيوس في تشقند مع عقيلة الرئيس الأزباكي كاريموف بعد ظهر يوم الثاني والعشرين من يونيو الجاري بالتوقيت المحلي في مكتبة معهد كونفوشيوس في تشقند قدمت بانليوان قائمة الكتب التي أهدها الجنوب الصيني للمعهد لتشجيع الطلاب عن قراءة المزيد من الكتب وقراءة الكتب المفيدة وتعزيز قدرة خدمة البلد والشعب وقد حضرت بانليوان وكريموف درس الكتابة وشهدت المدرسين الصينيين وهم يعلمون الطلاب كتابة كلمة التعلم بالرموز الصينية أما في درس الطبخة فكان المدرس الأزباكي يعلم الطلاب صناعة الزلابية الصينية وقد شاركت بانليوان في صنع الزلابية الصينية مع الطلاب بمهارة انتهت زيارة المعهد في الأخير بمشاهدة نشاطات التي قام بعرضها الطلاب مثل الغناء بلغة الصينية والرقص وغيرها من البرامج الرائعة الأخرى هذا وتأمل بانليوان أن يتمكن معهد كونفوشيوس في تشقند لتربية المزيد من المواهب في مجال التبادلات الثقافية لتقديم مساهمات أكبر لتعزيز العلاقة الودية بين البلدين